السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عندي مقطع جاب العيد لعدنان عدنان جاب العيد لنفسه يا اخواني الناس اللي بتسمع لعدنان ركز ووعمع عليه اول شي عدنان لا دارس احاديث ولا دارس قرآن والدليل هو نفسه وقع نفسه اللي بيحكي لك عدنان يخطئ ويصيب يا اخي كل يوم هو يخطئ ويصيب ما يطلع يتكلم هذه عقيدة وفقه للناس و احاديث مش قد العلم لا انت امسك كتاب للفقه وعلم الناس يعني جاهل في الاحاديث ويصح الاحاديث الضعيفة ويضاعف الاحاديث الصحية سبحان الله هذا يضر فيه المثل كما قال عليه السلام يصدق الكاذب ويكذب الصادق هذا هو ينطبق على عدنان واتباعه عدنان في محاضرة اللي يتكلم على قصة مقطع سيدنا حمزة فعدنان لما اتكلم استشهد بحديث ضعيف موجود عند اهل السنة في كتب السنة بعدين قال هم اهل السنة حديثهم هذه اقنعون انها مسندة وخصوصا اذا كانت الراويين فهو يتكلم بطريقة انه يقنع اللي بيستمعوا انه هذا الحديث صحيح بعدين رجع قال مرة انا اتكلمت وهذا كذب على الرسول انت نفسك كذبت على الرسول وكذب على لسان الرسول وكذب على الله اي ان الله خاطب محمد عليه السلام وقال الدليل انه عدنان فاهم الحديث شوفوا عدنان غبي يعني لدرجة انه مهما حاول يفكر بذكاء الا والله يقع في كذبه وشر اعماله لما كان شادد على المنبر ومتحمسوا الناس الجمهور تابعوا مساكين اللي بيستمعوا له وما لوش تلميذهم او متابعين بل اللي ظلهم معاه المضل عدنان والضالين اللي معاه قال ان الله عز وجل خاطب النبي النمو كيفك حتحاسبهم فانزل الآية في النبي عليه الصلاة والسلام بان الله عز وجل يعمر النبي بالقصاص فان يعتدوا على الناس هذه ما يعتدي على حق الناس وحريتهم يعني باختصار صحح الحديث الطعيف واخرنا اللي بيستمعوا انه النبي معاه حق يعني ينتقم لسيدنا حمزة فعند اهل السنة رووا ان الراوي هذا عنده احاديث موضوعة ويتكلم من راسه وكذب على الناس الصحاح وهذا الشي عند اهل السنة معروف الشيخ الالباني اخر من صحح حالي الاحاديث فلو عدنان درس عند شيخ او سمع للالباني او درس عنده الاحاديث ما درس عنده الاباضية ولا المعتزلة لما كان حاله كذا هو عدنان فقط درس عنده المعتزلة هاي مشكلته وانا حجيب لكم بعد المقطع هذا كيف الاخوة بيّنوا فضيحته وانا حزيد عليهم انه كان صادق الاخوة بيّنوا اخطاع عدنان لكن انا بيّن للناس ان عدنان كان صادق في كلامه كان صادق ومقتنع في اللي بيحكيه زي قصة الحديث تبع الشاعر الملحد وقال من اجمل ما قال الشاعر يعني انت بتجمل في كلام ملاحدة قال وهو يرد على تماس بين اه وهيك قال كذا بالزب فقال سبحان الله قال الكلام تبع الشاعر انه ابليس خير من ربكم الرب هذا المجتمع قال استغفر الله العظيم وصدق يعني انت بتصدق يعني والله منحاول نبرز ونلتمس له العذر بس اظن كذا خلاص عدنان كشفت اباضيتك على اعتزالك على تشييعك اللي هو طلع خليط اسمه الزنديق والزنديق مفهومه الاسلام الشرعي عند الفقهاء الذي يأخذ برخص العلماء بس بيأخذ رخص لنفسه ويتبع اخطاؤهم وينشرها هذا هو الزنديق عند اهل السنة وجماعة فهذا ما ينطبق عليه شرعا احنا لو اتهمونا بالزندقة احنا ما نفعل مثل عدنان احنا وظيفتنا الصد عن هذا الدين نبعد الزنادقة والدفاع عنه وعن من يحمله هذا وظيفتنا السلام عليكم شكرا